وذي كفن تبع الموجة مرحبا بكم في نصيحة ماء حياة أنا مريم توكيبري أخصائية في التغذية اليوم جئنا هنا لنرى الناس الذين يبحروا ويعوموا كيف يحافظوا على التغذية إذا يجبوا معهم ماكلتهم وإلا يشربوا الشرع وخاصة أن يشربوا الماء وإلا لا هذا الذي نعرفه مع بعضنا هيا معنا أكيد أحد يهتم بتغذية تنسي ما معروف ديما شوية منه شوية تغذية سليمة وشوية مشارعة بحكم الوقت وحكم ظروف وخدمة وكل شيء كان هناك حاجة حاضرة متغذية مدار وحاجة نظيفة لن تلزل الشرع كما نسي قل أكيد شرب الماء وحاجة مهم برشة الدنيا سخونة وواحد يجب ديما نشرب الماء هل يجب أن تشرب فن هذا؟ لا يجب أن تحسب وقت بالزوعة تشرب نحن بحاجة عادة هناك المرحب كيف العادة أنا ديجا معناتها ونبقى نحب مكلة الدار يعني مكلة الشارع ما نحبهاش نشرب الماء بالقديد بالقديد نحن بحاجة كما رأينا الناس الذين يحفظون على تغذية سليمة حتى وقت البحر نقول الأهم شيء هنا هي شرب الماء على خطر أن نبدأ ونعمه ويبدأ التقسم الشخون برشا نجمو ننسي وأن نشربه ثلاثة إطارات ماء حياة لازمين في النهار على خطر التركيبة المعدنية متوازنة وتعطي جسم ما لازم المعادن كما الكالسيوم وخاصة البروتاسيوم البروتاسيوم يلعب دور مهم باش نحافظ به على الجسم خاصة من انحباس الماء لا ننسي مشمع هذية تغذية سليمة تكون فيها الخراء الغلة نجمو نعلم ديس عمليتش معنا في الدار ونهزوهم معنا للبحر كانت هذه نسيحة ماء حياة لليو تابعونا كل هاتمين